في ظل التضخم الجامح الذي يضرب بأعتى اقتصادات الدول عرض الحائط يواصل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية الانخفاض للشهر الخامس على التوالي ليسجل أقل زيادة في نحو عام خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه على الرغم من أن الأسعار لا تزال مرتفعة إلا أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح علمنا الشهر الماضي أن معدل التضخم انخفض أكثر مما توقع الخبراء وفي عالم يرتفع فيه التضخم في خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم ينخفض التضخم في أمريكا هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي ينخفض فيه التضخم السنوي في الولايات المتحدة كما انخفض التضخم خارج الغذاء والطاقة الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية ولدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لكن الأمور تتحسن وتسير في الاتجاه الصحيح تصريحات بايدن عكست إعلان وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو فاصل واحد من عشر بالمئة في نوفمبر الماضي مقابل توقعات بصعود المؤشر بنسبة فاصل ثلاثة من عشر بالمئة وكان المؤشر قد سجل صعوداً بنحو فاصل أربعة من عشر بالمئة في أكتوبر الماضي انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة كان السبب الرئيسي في طباط التضخم وتراجع مؤشره الأمر الذي يعزز التوقعات بأن الاحتياطية الفيدرالية الأمريكي سيتخذ نهجاً أقل تشدداً في وطيرة رفع أسعار الفائدة ترقب حذر لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2022 اجتماع سيحدد مجرى الاقتصاد العالمي للعام المقبل وبينما يترقب المستثمرون والاقتصاديون أهم اجتماع للفيدرالي في العام الحالي يقف العالم متأرجحاً بين تضخم جارف وركود حاد ترجمة نانسي قنقر